بين التحذيرات الغربية والكشف عن خارطات وخطط وسيناريوهات للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يبدو أن كييف مقبلة على حرب تحاك لها على الرغم من اللقاءات والتحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع سياسيا دون الحاجة إلى الحل العسكري وفي تطور لا ينبئ سوى بمزيد من التصعيد روسيا تجري مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا في الأراضي البيلاروسية تستمر لعشرة أيام تحت اسم عزيمة الاتحاد الفين واثنين وعشرين وسط اتهامات أمريكية لموسكو بالتخطيط لنشر ثلاثين ألف جنديا على الأراضي البيلاروسية ومضي واشنطن بالتلويح بعصى العقوبات في حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا مناورات لم تتأخر كييف في الرد عليها حيث بدأت هي الأخرى بإجراء مناورات ضخمة قرب الحدود مع روسيا باستخدام طائرات مسيرة من طراز بيرقدار التركية وصواريخ جافل الأمريكية المضادة للدبابات والدروع بالإضافة إلى صواريخ بريطانية مضادة للدروع أيضا فضلا عن اختبار قدرات القوات البرية على الانتشار السريع لصد أي هجوم روسي متوقع تحركات عسكرية تأتي بالتزامن مع لقاءات بين أمين عام حلف الناتو يينس تولتنبرغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل وسط تأكيدات من الناتو على موقفه الثابت تجاه أوكرانيا وتهديد روسيا بدفع ثمن باهظ في حال تحركها عسكريا تجاه الأراضي الأوكرانية هذه لحظة خطيرة للأمن الأوروبي عدد القوات الروسية آخذ في الارتفاع إن الناتو ليس تهديدا لروسيا لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ بينما نظل ملتزمين بشدة بإيجاد حل سياسي ولا تقف التحركات الدبلوماسية المكوكية فمن موسكو بالتحديد أعلن وزير خارجيتها سيرجي لافروف عقب لقائه مع وزيرة الخارجية البريطانية أن حوارهم كان مثل حوار الطرشان على حد تعبيره المقاربات الأيديولوجية والإنذارات والتهديدات هذا هو الطريق إلى اللا مكان لسوء الحظ فإن العديد من زملائنا الغربيين ينغمسون في هذا النوع من الأنشطة ولا يمكنني أن أسميها دبلوماسية محللون عسكريون يرجحون الخيار العسكرية على الدبلوماسي فكل المؤشرات تصل إلى طريق مفتوح نحو صدام روسي أوكراني ولم لا وغزو وشيك للأراضي الأوكرانية على الرغم من إدراك موسكو لعواقبه الوخيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر